سلام عليكم متابعين قناة شهيوات سعاد ايفاتي ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة ونسألنا غنشارك معكم تحلية بتفاح كتجي كريمية ولديدة بزاف كنصحكم تجربوها ستجعلكم تعرفوا على المقادير وطريقة تحضير المقادير اللي غنحتاج جوج مع القبار ديال ميزينة جوج مع القبار ديال السكر كيس ديال الفلوم بنكهة الفانيلا نصف لتر من الحليب وتفاحة متوسطة الحجم والكاس ديال الخلاط الكهربائي اول حاجة غنقطع التفاحة ما كنحيدلهاش القشرة يعني كنقطعها غيمو كعابة صغرب وكنخليها بقشرتها وكناخد الكاس ديال الخلاط الكهربائي كندير فيه السكر ودائما السكرها كيبقى على حسب الدق نضيف الحليب وغنطحن بحلي كنطحن العاصر ومبعد ما كنطحن الحليب والتفاح غنضوز نصفي هاد الخليط غنحتاج صفايا وهاد العملية هادي ضروري نديروها بالنسبة لابغيتو كيمية كتر من هادي ديال التحليه كتضعفو المقادير ديال الحليب عوض ما تديرو السيطرو كتديرو ليتر واحد او ليتر واحد او ليتر وانيس فالحسب عدد الاشخاص اللي عندكم كيما كتلاحظو هاداك القشور ديال التفاحر قاقل كيبقى وفق صفايا نضيف الكيس ديال الفلوم بزنسبها القياس ديال الفلوم جوج فاصيلة خمسة غرام هادا فلوم مافيش سكر اللي نضفت السكر في اللوي اللي استعملتو الفلوم اللي في السكر كتستعملو ديال كيس الكبير عندي هنا جوج معالق ديال مايزينا ولا بغيتو تعوضو المايزينا اللي هو الناشا ببودرات الكريم باتيسير تقدرو تعوضوها وكننخلط مزيان ضروري ندير هادا العملية هادي باش كانت يعني نتأكد ما بقفش ديال تكتولات ديال الناشا وديال الفلوم غناخد الكاسرونة غنديرها فوق العافية وبالنسبة العافية غتكون متوسطة ما تكونش قليلة وما تكونش مجهدة وكنبقا كنحرك ما كانوقفش متحرك حتى كيبدا يتقل خالد بمجرد ما كيتقل خالد غندوز غندير هادا تحلية في الكيسان بالنسبة الكيسان ديال التقديم كيبقوا على حسب الدق ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم انا حيث عندي الكيسان كبارين فقد جيوني غي ثلاثة ديال كيسان ديال التحلية وانتوما على حسب الدق وغنخليها التحلية فوق تطح العامات تبرد واحد شوية وغندخل هالتلاجة تبرد بزيان وغندوز نحضر التفاح اللي غنزين بيها التحلية عندي هنا احبة ديال التفاح مقطعة على هاد الشكل بعدما قشرتها معلقة صغيرة ديال الزبدة تكون ديال الاكل وكيس من السكر فانيلا ومعلقة كبيرة ديال السكر ناخد مقلاة كنديرها فوق العافية وغندير في هاد المعلقة ديال الزبدة كنحركها حتى كدو بعد غد نضيف لها تفاح كيما قولكم راني تفاح قشرته وقطعته مكعبت صغار وغنضيف سكر فانيلا وسكر سانيدا بالنسبة للفانيلا لكيس عندي كونه مقلقة ديال الزبدة مبانين للسائلات قدروا يديروها ايه باش تعطي النسمة زوينة لها التفاح ولا بغتو تضيفو حتى القرفات قدروا تضيفوها وكبقا كنحركها تفاح تكيتعسل وهو ما كيخد شوقت كبير لطياب غير لما كيتعسل وكنزوله غنضيرو دبا شي صاح نو نخليه حتى يبرد كيجي واحدة الماضاق فيه زوين وكيجي واحدة الريحة زوينة منها التفاح وغنخليه علاجة حتى يبرد مزيان بعد ما بردت التحلية وشدت راسها بكتلاحظو راها عاقدة دبا غنضو زينها بالنسبة للزين راها كيبقى على حسب الضغط تقدروا تزينو باش بغيتونتو ما باللي متوفر لك انت عندكم شفية ديال مكسارات او الفواكيل جافة يعني اللي بغيتو تقطع دلبيسكويت تخليهم غي هكا تقدموهم طبيعيين هكا زين كيبقى على حسب الضغط غنزين هنا بوحد شفية ديال حبيبت ديال الشوكولات كانو متوفرين عندي غي باش نعطي واحد شفية ديال لون لها التحلية لابغيتو تضيفو شوية ديال ببيبيت ديال الشوكولات او الفرميسي اللي بغيتو يعني را تزينتو ما تقدرو تبدعو فيه مهمة التحلية راها كتجي لديدة بزاف الشكل نهائي ديال التحلية اللي حضرنا هو هذا كتجي رائع في المنظر صراحة نتنصحكم تجربوها وراها سهلة في تحضير ما كتاخدش وقت كتير ضغية كتوجد وحتى المقادر ديالها في المتناول يعني ماشي شي حاجة كبيرة ولا شي حاجة كتيرة ولو بغيتو كمية اكتر من هادي بطبيعة الحال غادي تضعفو المقادر وما فيها بس مرة مرة الانسان يبدلو ينوع فتحليتك يقدون وليدات دياله هنشوفو ده بشكل ديالها من الداخل كتجي كتجي كريمية وليده بزاف واهم حاجة انها كتوجد فوق تقصير كنتمنى هاد وصفة تعجبكم وتجربوها وصلنا لنهاية الفيديو كنشكركم بزاف على حسن المتابعة ديالكم وعلى التعليق المشجع اللي كتخليوا لي وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش الدرجة وتبرتجيه مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائدة وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفة أخرى بحول الله تعالي فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد